اللي في الصورة ده محمد الشرقاوي بيشتغل محامي وعنده 29 سنة محمد ارتكب جريمة ارعبت مصر كلها جريمة عدت كل الحدود الانسانية بس قبل ما نعرف ايه اللي حصل تعالوا الاول نصلي على الناب بنية الفرج ونعمل لايك للفيديو ويلا بينا في عزبة رستم التابعة لمركز اطور في محافظة الغربية محمد كان عايش مع امه الحجة بدرية اللي عندها 55 سنة واخته امينة اللي عندها 23 سنة واخوه محمود وعنده 20 سنة امينة اخته كانت متجوزة بس ما حصلش نصيب فانفصلت عن جزء ورجعت بيت اهلها مرة تانية والدهم كان رئيس الشؤون القانونية في التربية والتعليم في مركز اطور كانوا عايشين حياة هادية جدا ومستقرة زيهم زي اي اسرة مصرية وفي يوم والدهم وهو راجع من الشغل وقبل ما يوصل البيت جات له جلطة في القلب مات في الحال بعد وفاة ابوهم امهم الحجة بدرية اتحملت المسئولية كاملة وكان بيساعتها محمد ابنها في زراعة الارض وتربية المواشي كانوا عايشين من المحصول اللي بتجيبوا الارض ومن معاش والدهم لحد امهم ما جابتهم وقالت لهم انا عاوز اوزع عليكم الورث وقالت لهم ده حق ربنا وعلشان كل واحد فيكم يعرف حقه فان بس للأسف ولان كل شجرة فيها فرع مايل فمحمد كان الفرع المايل ده فرفض الاسمة وقال لأمه انا مش عاجبني تقسمتك في المراس وقاعد يزعق لهم ولمع لهم الشارع طب ليه يا محمد الاسمة مش عاجبك قال لاني انا اللي بتعب في الارض وانا اللي شايل الهم وشقيان فامه قالت له ده عادل ربنا يا ابني وبرضو اخوك واختك بيساعدوك مش سايبينك لوحدك قالت له انا بالنسبالي مش عاوز حاجة حتى مراسي من ابوك خدوا الزوع على نفسكم محمد زعل ولما هدومه واخد بعضه وطلع على شقة من اللي موجودين في البيت وقاعد فيها وسبق امه تزرح في الارض وتأكل البهايم لوحده وهو ولا على باله لحد ما وصل الامر ان محمد بقى يمد ايده على امه واخواته ويضربهم ولما امه فض بها الكيل جمعت ناس كتير من قريبهم وناس من المنطقة علشان يقعدوا مع محمد ويوضعوا له حل وعملوا اعدى عرفية وحكمت الاعداء ان محمد يقعد لوحده مالوش اي علاقة بامه واخواته وكمان طلعوا له نصيبه من الارض وفي كل حاجة ومن هنا المشاكل قلت بس ما انتهتش كان كل فين وفين محمد يعمل مشكلة مع امه واخواته وكان شايف ان هو الوحيد اللي احق بكل شيء ده حتى مكتب المحمد اللي كان شغال فيه فقطور استغنى عنه ومشاه لسوق سلوكه والمحامل اللي كان محمد شغال معاه قال عليه ده شخص مغرور وما ينفحش يشتغل اصلا في مهنة المحمد عاوزكم تنسوا اللي عدى كله وتركزوا في اللي جاي لان اللي جاي مرعب بجد يعدي كم يوم وامه واخوه واخته مش بيطلعوا من البيت محدش بيشوفهم ولا في الشارع ولا في الارض ولا حتى واقفين قدامها بالبيت والناس بقى اتقابل محمد في الشارع ويسألوا عنه والدته واخواته ليه مش بينين يقول لهم امي تعبانة واخواتي قاعدين بها جوه وبقى محمد ينزل الارض طول النهار وما يرجحش غير بالليل واجر انفار ونزل اشتغل معاهم في الارض فواحد من الانفار دول قال له يا استاذ محمد في ريحة وحشة طلعة من البيت من عندك قال له دي قطة ميتة اول ما اروح اخدها وارميها برا ويجي يوم الخميس 26 سنة 2024 وده كان خمس يوم عيد الاطحى الجيران يلاحظوا ان في دخان كتير طالع من بيت محمد والدخان كان خارج من قوضة جنب حظيرة المواشي الملحقة بالبيت من الخلف القوضة ديت كانوا بيحطوا فيها الادوات الزراعية الدخان كأن ريحته حد بيشوي لحمة فكل اللي كان بيشم الريحة كان بيقول عادي احنا في عيد اطحى ومن الطبيعي ان احنا نشم ريحة لحمة ما شوية بس اللي مش عادي ان الدخان استمر طول النهار وطول الليل والغريب ان تاني يوم جه والدخان مازال شغال والاغرب ان ام محمد واخواته محد الظهر منهم خالص غير محمد بس والجمعة ازن ومحمد يروح يصلي في الجامع اللي جنب بيتهم وامام المسجد كان بيخطب عن حرمة الدم سبحان الله واسناء الخطبة محمد يحط ايده على دماغه ويقعد عيط فاهل المنطقة كلهم لحظوا عيط محمد لانه كان متأثر جدا والسان حالهم بيقول ما احنا كمان سمعين الكلام ليه مش بن عيطه زي محمد فقالوا ساعتها يمكن يكون ندمان على المشاكل اللي عملها مع ام واخواته وربنا هدا ويوم الجمعة يعد ويجي يوم السبت والجيران يستغربوا جدا استغربوا لانهم شافوا الدخان مستمر من يوم الخميس ليوم السبت طب ازاي هو في حد بيشوي لحمة ثلاث ايام واربعض فواحد من الجيران سأل محمد عن الدخان اللي شغال بقاله ثلاثة ايام فمحمد قال له انا مولح في زبالة ورا البيت واول ما اروح اطفيها وعد الموضوع على كده بس الراجل ما اقتنعش بالكلام اللي قاله له محمد بس هيعمل ايه مفيش في ايده حاجة يعملها بعدها بكم ساعة محمد يتصل بتوكتوك من العزبة علشان يودي قرية الشين سواء التوكتوك وقتها لاحظ ان محمد بيشتري بطاس ومية نار ويوم الحد تلاتة وعشرين ستة جارت محمد تشوف واقف قدام البيت فسألته قالت له فين الحاجة بدرية محمد مش باينة بقالها تلاتة او اربعة ايام قال لها امي اخدت خواتي وسفر يومين عندي قريبنا يغيروا جو اصل الست جارتهم كانت متعودة تشوف ام محمد كل يوم الصبح كانت بتشوفها وهي نزلة الارض ومعها المواشي ويجي خمس يوم اللي هو كان يوم خمسة وعشرين ستة الفين اربعة وعشرين محمد ينزل مرة تانية عزبة الشين بس المرة دي حيجيب كمية كبيرة من البطاس ومية النار والمرة دي بالذات الجيران كلهم كانوا شكين فيه وحاسين ان في حاجة غلط فواحد من الجيران اتصل بابن عم محمد اللي كان ساكن في نفس البلد وحكاله اللي حصل من محمد واللي شافه في الكام يوم اللي فاته وقال له محمد اشترى مية نار وبطاس بكمية كبيرة والحاجة بدرية والدته ولا اخواته موجودين في البيت ولا شايفينهم اصلا وكذا حد سألوا عنهم قال له دول سفر عند قريبنا يغيروا جوه فابن عم محمد قال له عشر دقايق وحكون قدام البيت وبالفعل ابن عم محمد وصل وراح ورا البيت عند القوضة اللي خارج منها الدخان وقال له واحد من الجيران تعال شلني ابص من الشباك فلما بص شاف حاجة مرعبة حرفيا شاف اشلاء بنا قدمين ولون احمر في كل مكان وسككين كتير عليها لون احمر ومناظر صعبة جدا ومرعبة ابن عمه ساعتها ما كانش مسدق اللي هو شايفه ومش فاهم هو ده حقيقة ولا خيال فكرر انه هو يكسر الباب ويدخل الاوضة وفعلا قسر الباب بس خاف يدخل البيت لوحده فقال له اتنين من الجيران تعالوا دخله معايا فدخل هو والاتنين اللي معاه بس اللي شافوه ما يتوصفش شافو صاروخ كهربائي متغرق باللون الاحمر وعليه اصار لحمة كتير ده غير الاشلاء اللي موجودة في كل مكان واللون الاحمر اللي مغرق كل حتة في الارض منظر مرعب من صعوبته محدش قادر يوصفه ده حتى ابن عم محمد ما استحملشه اغمى عليه الناس شالته وطلعوه برا وفورا بلغوا الشرطة الشرطة توصل على طول واللي حرفيا كانوا مصدومين من اللي شايفينه المرعب من كده ان رجال الامن وهي بتبحث في البيت لقوا اكياس فيها اجزاء لحمة بشرية موجودة في التلاجات اللي في البيت ده غير كمية اللي مش طبيعية اللي لقوها متفحمة بس الغريب انهم ما لقوش اي جماجم ولا كانوا قادرين يحددوا اللحمة اللي لقوها تبع جسة مين في الوقت ده محمد راجع من مركز اطور ومعاه الكمية الكبيرة من البطاس وميت النار واول ما شاف الشرطة والناس متجمعين عند البيت هرب بسرعة وخرج من المحافظة كلها الشرطة قلبت عليه الدنيا وكسفت الجهود على اعلى مستوى وفي اقل من 24 ساعة قادروا يحددوا مكانه ولقوه هربان في محافظة كفر الشيخ وبالتحديد كان موجود في بلطين وتم القبض عليه وتحقق معاه وكان التحقيق قاسي جدا اعترف انه هو عمل عصير وحط فيه منوم وشرب منه امه واخته واخوه واول ما تأكد انهم ناموا سحبهم واحد واحد على الاوضة اللي ورا البيت وبعد ما نزلهم تحت شغل الصاروخ وفصل راسهم عن جسمهم وبعد كده بدأ يقطع فيهم ويحطهم في اكياس بلاستيك وبقى ياخد الاكياس دي يوزحهم على التلاجات اللي موجودة في البيت علشان الريحة وكان كل يوم ياخد اجزاء من الاكياس جزء يولح فيه وجزء يرميل الكلاب ولما الجرال لحظة دخان اللي طالع قرر انه هو يجيب بطاس وميت نار علشان يدوب الجسس نهائي ولما الرجال المباحث سألوا عن الجماجم قال لهم انا قسرتها ودفنها تحت البيت فاخدوه على البيت علشان يمثل الجريمة وتم تحويله للمحكمة وان شاء الله ياخد الاعقاب اللي يستحقه هو الاعدام من اسبوعين بالزبط اخد 15 يوم تاني استمرار فيه اقاويل طلعت بتقول ان محمد عنده اطراب نفسي وده مصحيح وده اللي اكده رجال المباحث في التحقيقات لان مفيش حد مجنون يعمل كده ومفيش برضو حد عنده اطراب نفسي او مجنون يجي له فكرة انه هو يروح يجيب ميت نار وبطاس علشان خاطر يدوب الجسس حيبقى مجنون ازاي او حيبقى عنده اطراب نفسي ازاي وهو بيحاول يخفي الجريمة اللي عملها وده مصير الطماع اللي كل همه في الدنيا انا معيا كام ونفسي يبقى كام طبقى ديك لا اخدت الاليل ولا اخدت الكتير وفي الاخر حتتعدم وفوق كل ده خلصت على امك واخواتك وحتقابل ربنا وايدك ملطخة بالدماء ربنا يرحمهم رحمة وسعى وينتأم منك يا محمد السلام عليكم